مشاهدي الكرام كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز عن اقتراح أوروبي بالموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لاستهداف الفئات الأكثر ضعف شريطة أن تتعهد الدول بخفض الإنبعاثات الحرارية وقال أيضا أنه سيتم ربط شروط واضحة بأي صندوق مع وجود قاعدة مالية واسعة من المانحين تسهم في الصندوق ولن يعمل الصندوق في عزلة ولكنه كجزء من الحلول التي تشمل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف